السلام عليكم في السنة العاشرة للهجرة وبعد أن أدى الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وفي طريق العودة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة توقف في غدير يدعى خم في هذه المنطقة الفاصلة ما بين الحرمين الشريفين في الثامن عشر من ذي الحجة وأخذ بيد علي رضي الله عنه وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه إلى آخر الحديث احتج الشعاب بهذا الحديث على إمامة علي وأنه الأحق بالخلافة من بقية الصحابة رغم أنه جاء في سياق أحاديث عدة امتدح خلالها النبي صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة بما يضاهي ذلك الوصف كما لم يشهد عهد الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم بما فيهم الخليفة الأخير علي الاحتفاء بهذه المناسبة أو الإشارة إليها من قريب أو من بعيد علي بن بويه بن فناخسر الديلامي مؤسس الدولة البويهية في إيران كان أول من احتفى بهذه المناسبة بعد انقضاء ثلاثة قرون هجرية وتم الاحتفاء بها في اليمن أيام الدولة القاسمية خلال حكم المتوكل بن إسماعيل في النصف الثاني من القرن الحادي عشر للهجرة كتقليد للدولة البويهية التي نشأت في إيران والدولة الفاطمية التي حكمت بلاد الشام ومصر وبلاد المغرب العربي استمر الاحتفال بشكل رسمي بيوم الغدير حتى بعد قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام الف وتسعمائة واثنين وستين ادعاهم أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية المشير عبدالله السلال إلى الاحتفال لكنه قام خاطبا فيهم زاجرا إياهم من الانسياق وراء دعاة الولاية مقارنا بين مناقب علي رضي الله عنه ومثالب الإماميين وكيف استخدموا هذا العيد لتكريس العنصرية والطبقية ونهب أموال الناس دون وجه حق ظل عيد الغدير طيلة نصف قرن من قيام الثورة السبتمبرية مناسبة طي الكتمان والنسيان إلى أن أعادت ميليشيا الحوثي مظاهر الاحتفال بها في عدة محافظات يمنية منذ عام 2014 لأغراض سياسية مفضوحة واستغلال هذه المناسبة لتأكيد أحقية زعيم الميليشيا بالولاية على اليمنيين واستحلال دمائهم وأعراضهم وأموالهم بخرافة لم ينزل الله بها سلطانا وفي أبرز مظاهر الولاية المزعومة لزعيم الميليشيا طيلة السنوات الماضية مقتلوا أكثر من مئتين وثلاثة وثلاثين ألف مواطن غالبيتهم بفعل المجاعة وفق أرقام الأمم المتحدة المسجلة بنهاية 2020 العبث والإضرار بمئات المساجد وتحويلها من دور للعبادة إلى مجالس للهو وتناول القات تفجير أكثر من ثمانمائة وستة عشر منزلا عدم صرف مرتبات الموظفين للعام الخامس على التوالي حرمان مليوني طفل من الدراسة وتجنيد أكثر من ثلاثين ألف آخرين فرض قانون الخمس العنصري شراء قيادات حوثية عقارات بملايين الدولارات فيما ستة عشر مليون يمني يعانون الجوع وخمسة ملايين على شفى المجاعة إذن الولاية التي تنادي بها مليشيا الحوثي طيلة سبع سنوات ليست من أجل علي كما يزعمون بل هي كما يرددون في شعاراتهم بتولي من أمرتنا بتوليه عبد الملك بدر الدين والدين براء من هذه الخزعبلات براءة الذئب من دم ابن يعقوب